الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فهذا لقاء آخر من لقاءات العلم نستجرب بها بإذن الله رضا رب العزة والجلال وتكون سبب من أسباب الحصول على الأجر الأخروي نتدارس فيه كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري ورحمه الله تعالى خلال قراءة مختصره فلنقرأ ولنواصل ما كنا ابتدأنا به الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد فله أجران والعبد المملك إذا أدى حق الله فاتقى ربه وأحسن عبادته وحق مواليه من النصيحة والطاعة فله أجران ورجل كان عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران قوله هنا عن أبي بردة عن أبيه هو أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أي ثلاثة أصناف يؤتون أي يعطون أجرهم مرتين أي ينالهم من الأجر ضعف ما يكون لأمثالهم فالأول رجل من أهل الكتاب أي كان من النصارى أو اليهود آمن بنبيه يعني الذي أرسل إليه بعيسى أو بموسى وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران لكونه قد ضم لإيمانه الأول الإيمان بهذا النبي صلى الله عليه وسلم وأما الصنف الثاني فالعبد المملوك الذي أدى حق الله فأدى الصلوات واتقى ربه وأحسن عبادته وفي نفس الوقت أدى حق مواليه الذين يملكونه فنصح لهم وأطاعهم فله أجران لكونه قد أدى الحقين والثالث رجل كان عنده أمة مملوكة جارية فأدبها يعني قام بتعليمها وتأديبها وبيان الآداب الجميلة التي يحسن بها أن تتجمل بها وكذلك علمها أمور دينها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وبعد ذلك تزوجها فله أجران أجر على التأديب والتعليم وأجر على العتق والرعاية ففي هذا الحديث عدد من الفوائد منها فضل من أسلم من أهل الكتابين اليهودي والنصارى ومنها ما يتعلق بذكر الأنبياء موسى وعيسى ومن فوائد هذا الحديث فضيلة العبد المملوك الذي أدى حق الله وحق أسياده وفي هذا الحديث مشروعية الطاعة من المماليك لأسيادهم وأن هذا من العبادات التي يعبد الله جل وعلا بها وفي هذا الحديث أيضا أن الإنسان يقدم حق الله تعالى على حق غيره كما قدم هنا في هذا الحديث وفي هذا الحديث فضل تأديب الآخرين بتعليمهم الآداب الحسنة التي يتخلقون بها وفي هذا الحديث تعليم الإنسان لغيره وأن هذا من الأعمال الصالحة وهو الذي جعل المؤلف يورد هذا الحديث في هذا الباب في قوله وعلمها فأحسن تعليمها وفيه أيضا إشارة إلى أن التعليم قد يكون أو أن التعليم متفاوت الرتبة فمنه ما يكون على أحسن الطرائق والمناهج ومنه ما لا يكون كذلك وفي الحديث فضل العتق وفي الحديث أيضا تزوج الرجل أمته بعد أن يعتقها حسن الله إليكم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة ثم يخطبوا بعد قال أشهد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج ومعه بلال رضي الله عنه فصل يوم الفتر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ولم يذكر أذانا ولا إقامة فلولا مكاني منهما شهدته يعني من صغره أتى العالم الذي عند دار كثير ابن الصلط ثم خطب فكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده فظن أنه لم يسمع النساء فأقبل يشقهم حتى أتى النساء ومعه بلال ناشر ثوبة وقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك الآية ثم قال حين فرغ منها أنتن على ذلك قالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهم نعم يا رسول الله فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تهي بيدها إلى حلقها تلقي القرطة والخاتم فرأيتهن يهين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال وبلال يأخذ في طرف ثوبه ثم أتى هو وبلال البيت قوله هنا عن ابن عباس قال شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة العيد ولم يبين في هذا الحديث هل هو عيد أضحى أو عيد فطر قوله مع والظاهر أن المراد بهذه اللفظة أنه كان يشهد صلوات العيد في عيدي الفطر والأضحى مع النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان قال فكلهم يعني النبي وهؤلاء الخلفاء كانوا أي من طريقتهم التي يستمرون عليها أنهم يبدأون بالصلاة قبل خطبة العيد ثم يخطب بعد الصلاة قال ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج يعني لصلاة العيد قال ومعه بلال فصلى يوم الفطر فيه التصريح بأن هذا العيد عيد الفطر قال ركعتين فيه لم يصلي قبلها أي قبل صلاة العيد ولا بعدها ولم يذكر أذانا يعني قبل الصلاة ولا إقامة قال ابن عباس فلولا مكاني منه أي مالي من المنزلة لما شهدته يعني من صغره فقد كان ابن عباس حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قد قارب الاحتلام قال ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى العلم أي العلامة أو الإشارة التي عند دار كثير ابن الصلت ثم خطب يعني بعد الصلاة قال فكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده أن يطلب من الرجال أن يجلسوا ويشير إليهم بيده فلما فرغ فلما فرغ ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء لم يسمعن خطبة العيد ولذا أقبل يشقهم أن يجتازوا صفوف الرجال حتى أتى النساء أي وصل إليهم ومعه بلال ناشر ثوبه أي معه ثوب قد فله من أجل أن يضع الناس صدقاتهم في ذلك الثوب وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا الآية ثم قال حين فرغ من قراءة الآية وأكملها أن تن على ذلك أي هل يكون منكم إقرار على هذه البيعة وتبايعونني على ما ذكر في هذه الآية من عدم الشرك وعدم السرقة وعدم الزنا وعدم البهتان ونحو ذلك مما ورد في الآية فقالت امرأة واحدة كأنها تقول بإسم غيرها من النساء ولذا لم يجبه امرأة غيرها من أولئك الحاضرات قالت تلك المرأة نعم يا رسول الله أي نقر على ذلك ونبايع على ذلك قال فوعظهن أي أنه أعطاهن عبرة وعظة وتحدث معهن بالحديث الذي يذكرهن بالاستعداد لما أمامهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تهوي بيدها أي تقوم بأخذ ما في بدنها من الذهب ونحوه وتهوي أي تقوم بتقديم يدها إلى حلقها وحينئذ تأخذ ما يكون على الحلق من الذهب وتلقي أيضا القرط والخاتم والقرط الحلي الذي يكون على الأذن والخاتم الحلي الذي يكون في الأصابع قال ابن عباس فرأيتهن يعني النساء يهوين بأيديهن أي يشرن بأيديهن يقذفنه أن يلقين الذهب في ثوب بلال وبلال يأخذ في طرف ثوبه أن يمسكه من أجل أن لا يقع ما وضع فيه من الذهب ثم أتى أي أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق هو وبلال إلى البيت فهذا الحديث فيه عدد من الفوائد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كانوا يبدأون صلاة العيد قبل الخطبة وأن خطبة العيد تكون بعد الصلاة وفي هذا الحديث أيضا اتباع الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث بيانوا أن صلاة العيد للفطر ركعتاني وقد ورد أنه يكبر فيها تكبيرات زوائد عن تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال وقوله خرج فصلى ظاهره أنه بمجرد خروجه ابتدأ بالصلاة صلاة العيد لأن الفاء للتعقيب وفي الحديث أنه لا يشرع لصلاة العيد سنة قبلية ولا سنة بعدية وفي الحديث أن من ابتدأ بالصلاة المفروضة أو صلاة العيد فإنها تجزئه عن تحية المسجد وقد اختلف في أداء سنة تحية المسجد في مصلى العيد فقال طائفة بأنه يشرع للإنسان إذا دخل مصلى العيد أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس وقال آخرون بأنها غير مشروعة ومن شأ الخلاف في هذا هو هل مصلى العيد يعد مسجداً فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أو أنه لا يعد مسجداً وفي هذا الحديث أنه لا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة وأن الأذان والإقامة للعيد من الأمور المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث خروج صغار السن إلى مصلى العيد وقد استدل المؤلف بالحديث على مشروعية الوضوء للصبيان الذين لم يبلغوا وفي هذا الحديث مكانة ابن عباس رضي الله عنه ولذا كان يقدم وفي هذا الحديث أيضاً أن الإمام يطلب من الناس أن يجلسوا ليستمعوا للخطبة وفي هذا الحديث مشروعية أن يقوم الإمام بوعظ النساء وبتعليمهن وفي هذا الحديث بذل الأسباب المؤدية إلى جعل الناس يسمعون دعوة الحق ولذا لما ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يسمع النساء ذا أقبل إليهن فوعظهن وفي هذا دليل على أنه قد ينتقل الفقيه والأستاذ والمدرس إلى موطن وجود الطلاب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء وفي هذا الحديث فضيلة بلال رضي الله عنه حيث كان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث شق الإمام صفوف الرجال لغرض يريد أن يحققه وفي هذا الحديث قراءة الآيات القرآنية بمجمع الناس وفي هذا الحديث مبايعة النساء وأن النبي صلى الله عليه وسلم في مبايعة النساء إنما كان يبايعهن باللسان بدون المصافحة في هذا دلالة على أن الرجل لا يصافح النساء الأجنبيات وفي هذا الحديث أن الإقرار يقوم أن التقرير وعدم الإنكار يقوم مقام الإقرار باللفظ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر البيعة إنما قامت امرأة واحدة فأقرت بالبيعة والباقي من النساء لم يقمنا ومع ذلك لم ومع ذلك كانت البيعة للجميع وفي هذا الحديث موعظة الإمام للنساء وتذكيرهن بشرع الله وفي هذا الحديث الأمر بالصدقة وأنه كما يوجه للرجال يوجه إلى النساء وفيه دلالة على الشفاعة في أمر الصدقة وقوله فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها فيه جواز تبرع المرأة بذهبها أو بشيء مما لها ولو كان ذلك قبل أن تستأذن زوجها وفي هذا الحديث الصدقة بالقرض الذي يوضع القرط الذي يوضع في الأذن والخاتم الذي يوضع في الأصابع وفي هذا الحديث أيضا فضل نساء الصحابة حيث كنا يبادرنا إلى طاعة الله جل وعلا وفي هذا الحديث أيضا ذكر ما يتعلق بالقلائد والقلادها التي توضع في صدر المرأة وجيدها وفي هذا الحديث أيضا جواز استعمال النساء للحلي الذي يكون في الأذن وفي هذا الحديث أخذ الرجل الثوب معه لحاجة له كما لو أراد أن يجمع به صدقة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه قولون قلت ظاهر هذا أن السائل هو أبو هريرة في بعض الروايات قيل يا رسول الله من أسعد الناس أي من هو الذي ينال شفاعتك فيكون سعيدا بسبب كونه قد نال شفاعتك من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة وقال لقد ظننت أي غلب على ظني يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك فظننت أنك ستسبق الناس لهذا الحديث لما رأيت من حرصك أي من اهتمامك الشديد بالاستماع للحديث وجمعه ثم قال أسعد الناس أي أكثر الناس سعادة بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من قال لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله ولا أعبد إلا الله خالصا من قلبه أي ليس فيه رياء ولا سمعة ولا إرادة الدنيا ولا غير ذلك مما قد يؤثر على نية الناس فهذا الحديث فيه فوائد أولها إثبات الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم وقد تواترت الأحاديث بذلك والشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع شفاعته لأهل الموقف في أن يحاسبوا ويفصل بينهم وهي الشفاعة العظمى التي يغبطه عليها الناس والنبيون ومن أنواع الشفاعة شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته ومن شفاعته صلى الله عليه وسلم أن يشفع لمن كان عنده الشيء اليسير من الخير أو الإيمان فهذا كله من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث فضيلة أبي هريرة رضي الله عنه حيث كان حريصا على العلم متما ببذل الأسباب لتحصيله وفي هذا الحديث حرص أبي هريرة رضي الله عنه على الحديث رواية وتحملا وإيصال وإبلاغ في هذا الحديث أن الناس يتفاوتون في نيلهم مقام الشفاعة وبعضهم يكون أولى من بعضهم الآخر وفي هذا الحديث فضل لا إله إلا الله وفضل قائلها يبتغي بذلك الأجر والثواب وفي هذا الحديث فضل الإخلاص بتمحيص القلب عن إرادة غير الله جل وعلا حسن الله إليكم قال عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال حج علينا عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما فسمعته قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد بعد أن أعطاكموه ولكن يقبض العلم بقبض العلماء بعلمهم حتى إذا لم يبق عالما فيبقأ ناس جهال اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم يستفتون فيفتون برأيهم فضلوا وأضلوا فحدثت به عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم إن عبد الله بن عمر حج بعد فقالت يا ابن أختي انطلق إلى عبد الله فاستثبت منه الذي حدثتني عنه فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني فأتيت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها فعجبت فقالت والله لقد حفظ عبد الله بن عمر قوله في هذا الحديث عن عروة ابن الزبير وعروة ابن الزبير ابن العوام ابن ابن عمت ابن ابن عمت النبي صلى الله عليه وسلم فأم الزبير عمت النبي صلى الله عليه وسلم والزبير تزوج أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وولدت له عدد منهم عروة ابن الزبير وعروة من التابعين لم يدرك عهد النبوة قال حج علينا أي أتانا في موسم الحج عبد الله بن عمر بن العاص وهو من علماء الصحابة قال فسمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد وقد ورد عند غير المؤلف من صدور العلماء إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء قوله هنا إن الله لا يقبض أي أنه لا يأخذ العلم انتزاعا و يكون بحيث يكون عند الإنسان العلم في الوقت الأول فينزع منه فهذا ليس من قبض العلم الذي ذكره الله جل وعلا وإنما يقبض العلم بموت العلماء قال إن الله لا يقبض أي لا ينزع العلم انتزاعا من العباد يعني من أهل العلم بعد أن أعطاكم فالله لا يرجع في عطيته ولكن الله يقبض العلم بقبض العلماء بعلمهم فإن رب العزة والجلال قد قام العلماء لتبليغ شرعه ولبيان دينه وبالتالي فموت العالم ثلمه في دين الله تعالى قال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء بعلمهم فإنه متى مات العلماء ماتوا بعلمهم ولم يبقى في علمهم شيء قال حتى إذا لم يبقى عالما يعني إذا مات العلماء واحدا بعد الآخر فحينئذ يبقى أناس جهال أي أنهم إنما تزيوا بزي العلماء ولم يحققوا مرتبتهم فحينئذ يبقى أناس جهال يتخذ الناس رؤوسا جهالا فيقدمون في الفتوى وفي العلم الشرعي من ليس من أهل العلم في شيء فحينئذ يسألون ما حكم الله في كذا فيمنعهم ما هم فيه من رؤية أنفسهم من أن يكلوا العلم إلى عالمه ولذا يفتون بغير علم وإنما يفتون بآرائهم فيظلون في أنفسهم ويظلون من تبعهم قال عروة فحدثت بهذا الحديث حديث عبد الله بن عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي وهي خالت عبد عروة ابن الزبيد قال ثم إن عبد الله بن عمر ابن العاص حج بعد أي في سنة آتية فقابله عروة فحينئذ قالت عائشة لعروة يا ابن أختي انطلق إلى عبد الله بن عمر ابن العاص فاستثبت منه أي تأكد من الحديث الذي نقلت لي عنه فقال عروة فجئت عبد الله بن عمر فسألته فحدثني بهذا الحديث كنحو ما حدثني فقال فذهبت إلى عائشة فأخبرتها بما وقع في المسألة قال فعجبت يعني عائشة أو فعجبت يعني من موقفها فقالت عائشة والله لقد حفظ عبد الله بن عمر أي كان من شانه أن يحفظ الحديث ولذلك لما سئل عن الحديث بعد ثلاث سنوات أخبر به بنفس لفظه بدون زيادة ولا نقصان حسن الله إليكم قال عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه أنه قالت أنه قالت مرأة من النساء للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله فوعدهن يوما فقال اجتمعن في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا فاجتمعن فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن وعلمهن مما علمه الله فكان مما قال لهن ما من كن امرأة تقدم بين يديها ثلاثة من ولدها إلا كانوا لها حجابا من النار فقالت امرأة يا رسول الله واثنين قال فأعادتها مرتين فقال واثنين 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 وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله وقال ثلاثة لم يبلغ الحنث قوله هنا قالت امرأة من النساء للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك يعني أن جميع مواعظك وجميع حاديثك تلقيها في مجامع الرجال والنساء لا يسمعن منك ولذلك فإن الرجال قد غلبون عليك فاقترحت هذه المرأة أن يجعل للنساء يوما بحيث يأتيهن أو يأتينه فيعلمهن مما علمه الله وحينئذ وعدهن يوما يحضرن يتعلمن فقال اجتمعن في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا فاجتمعن فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيهن أي واجههن في ذلك المكان فوعظهن وأمرهن أي ذكرهن بالله وبين لهن أحكام شرعه وعلمهن مما علمه الله فكان فيما قال لهن في البيع أو في الموعظة ما منكن أي لا يوجد امرأة فيكم تقدم بين يديها ثلاثة من ولدها أن يموتون وهم صغار إلا كانوا لها حجابا من النار فقالت امرأة يا رسول الله واثنين فقال فأعدتها مرتين ثم قال واثنين 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 يعني أنه من مات من ولدها اثنان فصبرت واحتسبت كان جزاؤها الجنة وكان أولئك الولد ممن يحجبون أمهن من أمهم عن النار وفي حديث أبي هريرة قيد الثلاثة أنهم لم يبلغوا الحنثة يعني ماتوهم صغار فهذا الحديث فيه تقديم المرأة للنصيحة والمقترح حتى لصاحب الولاية والإمامة وفي هذا الحديث أيضا موعظة الإمام والعالم لأنساء وتدريسه لهن في هذا الحديث أن الغالب في التعليم والتعلم أن يكون للرجال وفي هذا الحديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله مما نزل به الوحي قال البخاري مما ليس برأي ولا تمثيل وفي هذا الحديث وضع يوم لموعظة النساء وهذا إذا لم يكن هناك خلوة ولم يكن هناك أمر مخالف من مثل سفور أو تبرج أو اختلاط أو نحو ذلك في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد النساء بتخصيص يوم لهن في هذا الحديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للنساء وفي هذا الحديث فضل من مات لها ولد قبل أن يبلغ سن الحنث وكان في الأول ذكر ثلاثة إذا ماتوا من أولاد المرأة قبل بلوغهم كانوا لها حجابا من نار جهنم ثم قال بأن ذلك أيضا ما لو مات لها إثنان أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لكل خير وأن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين كما نسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأن يملأها من التقوى وأن يكفينا شر كل ذي شر وأن يبعد عنا مظلات الفتن وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والنية الخالصة اللهم ارزقنا الاستعداد ليوم المعاد كما نسأله جل وعلا أن يوفق أولاة أمور المسلمين للحكم بشرعة والسير على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم موسيقى